اشتركوا في القناة فلا يدانيه احد في كماله وعظمته وصدقه وامانته والله ما طلعت شمس ولا غربت الا وذكرك مقرور باشفاني ولا خلوت الى قوم احدثهم الا وانت حديثي بين جلاسي وما ذكرتك محزونا ولا فرحا الا وانت بقلبي بين وسواسي وما شربت الماء من عطش الا رأيت خيالا منك في الكاس ولو قدرت على الاتيان جئتكم مشيا على الرأس او سعيا على الوجه انه رسول الله صاحب الوجه الوضاء والطهر والقداسة والبهاء اعظم استنارة وضياء من القمر ليلة البد يفيض سماحة وبشرا ونورا وصرورا كل من رآه عرف صدقه في وجهه ما كان عابسا ولا مكشرا كان اشد حياء من العضراء في خضرها يقول انس رضي الله عنه وهو يصف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد عاش سنين حياته خادما له يقول ما مسست حريرا ولا ديباجا الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرف بريح الطيب اذا اقبل كان احسن الناس خلقا واكرمهم واتقاهم كان يمشي مع المساكين تأخذه الجارية الصغيرة فينطلق معها لقضاء حاجتها يصور الانصار ويسلم على صبيانهم يأتي ضعفاءهم ويعود مرضاهم كان يشهد الجنائز يجلس ويأكل على الارض يعقل الشاتف يحلبها يخصف نعله ويخيط سوبه ويخدم اهله كان يبيت طاويا لا يجد عشاء بل تمر به الليالي الطوال لا يجد ما يملأ به بطنه من الطمر الرضي يعصب الحجر على بطنه من الجوع يقبل الهدية ولا يأخذ الصدق كان أجع الناس يتقى به في الحروب والقتال وكان أرحم الناس يمتلئ عفوا وصفحا وكرما وجودا تمر به الهرة فيسقي لها الإناء فتشرب منه عظيما في أخلاقه عظيما في آدابه عظيما في شمائله ألم ترى أن الله خلد ذكره إذ قال في الخمس المؤدن أشهد ألم ترى أن الله خلد ذكره إذ قال في الخمس المؤدن أشهد وشق له من اسمه ليجله فد العرش محمود وهذا محمد اسمع إلى شهادة للتاريخ يقول مايكل هارت في كتابه الخالدين الماء هذا الكتاب الشهير والذي اختار محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون في أول هذه القائمة يقول لقد اخترت محمدا صلى الله عليه وسلم في أول هذه القائمة لأنه هو الإنسان الوحيد في التاريخ الذي نجح نجاحا مطلقا على المستوى الديني والدنيوي لقد دعا إلى الإسلام فأصبح قائدا سياسيا ودينيا وعسكريا يقول ومحمد كان قوة جبارة لا يستهان بها يمكن أن أقول أن محمدا هو أعظم زعيم سياسي عرفه التاريخ نعم إنها شهادتهم بألسنتهم حين جاء أبو جهل إلى أصحابه يسألهم يقول لهم هل ما زال محمد صلى الله عليه وسلم يعفر رأسه بينكم يعني هل ما زال محمد يسجد بينكم قالوا نعم قال والله لئن رأيته لأطأن برجلي على وجهي والله لئن رأيت محمدا لأطأن برجلي على وجهي قالوا هذا هو محمد يصلي فتوجه أبو جهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب أبو جهل إليه ثم رجع ثم اقترب ثم رجع فكان كلما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم تراجع قالوا ما لك يا أبا جهل قال والله إن بيني وبين محمدا لخندق والله إن بيني وبين محمدا لخندق أرى حفرة من النار بيني وبينه يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لو اقترب لتخطفته الملائكة ولقطعته إربا أربا كلا لا تطعه وازجد واقترب نعم إن تخلينا عن نصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم فإن الله ناصره إن قصرنا في نصرته في زمن الفتن قال الله إلا تنصروه فقد نصره الله فمهما تطاول عليه فهو سماء لا تطاولها السماء وأين نور السهى من شمس الضحى وأين السرى من السرية وأين السماء من كل أيدي شلا إمام المرسلين في ذاك روحي وأرواح الأئمة والدعاء رسول العالمين في ذاك عرضي وأعراض الأحبة والتقاء يا علم الهدى يا علم الهدى يفديك عمري وما لي يا نبي المكرماء في ذاك الكون يا عطر السجاية فما للناس دونك من زكاء فأنت قداسة فأنت قداسة إذا استحلت في ذاك الموت من قبل الممات نعم انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول مرة قيل أنه انقطع عن النبي شهرا كاملا فجاءت امرأة حمقاء تستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا محمد قالت يا محمد أين شيطانك ما له قد تركك تقصد جبرين أين شيطانك ما له قد تركك فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا فأنزل الله قوله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ليخبر الله نبيه إن كانت الأمة قد التهت بالمنكرات وقد التهت بالمعاصي وقد التهت بالكرة وقد التهت بالغناء والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى نعم ما أقسم الله في قرآنه ببشر أبدا قد يقسم الله بالقمر قد يقسم الله بالشمس قد يقسم الله بالضحى بالزمان بالمكان لكنه ما أقسم لبشر إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم قال الله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون نعم أقسم الله في قرآنه لنبيه صلى الله عليه وسلم نعم دلالة على أن نبينا صلى الله عليه وسلم سماء لا تطاولها سماء نعم وقد سب النبي وقد جتم أعظم البشر في زماننا من 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 الذين يبيتون سكارا من الذين يبيتون سكارا وينامون جيفا أعزكم الله أحقر البشر يتطاولون على سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم في ذاك أباءنا وأمهاتنا يا رسول الله نعم يقول سابت البنني لأنس رضي الله عنه يقول له يا أنس أعطني عيليك التي رأيت به من نبي صلى الله عليه وسلم لأقبلها بل أنظر إلى خبيب الذي وضع ليقتل وضع ليصلب للقتل فيقول له أعداء الله أترضى أن يكون محمدا مكانك وتذهب لأهلك لتكون بينهم معافا قال لا والله ولا شوكة يشاكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف بهذا الزمان حين يرسم ويمتن أعظم البشر ولا ترى عينا ترى ولا تسمع أدنا تسمع نعم انظر إلى هذا الصحابي الذي جاء يوم أحد ليقف ترسا أمام النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له نحري دون نحرك يا رسول الله صدري دون صدرك يا رسول الله لنحري دون نحرك ما أعظمها من نصر للنبي صلى الله عليه وسلم الذي بكى يوما شوقا لإخوانه قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك قال بل أنتم أصحابي أما إخواني هم قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني نشهدك يا رسول الله أننا لم نراك ولكننا أحببناك ولكننا آمنا بك ولكننا نتوق شوقا بك ووالله لو استطعنا فداك لفديناك بذمائنا وأموالنا وأولادنا وكلما نملك يا رسول الله لكن أين الحكام وأين الحكومات وأين الدول المسلمة وأين أمة الإسلام من نصرة نبيها إذ كانت أمة محمد قد تركت محمدا إن كانت أمة محمد قد تركت نبيها وتركت زعيمها وقدوتها والتهد في تخريج أفواج الفنانين والفنانات والتهد في حفلات ملكات الجمال والتهد في حفلات كرة القدم والمنديان أين هم من نصرة نبيهم صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر